ولشهر شعبان جملة من الأحكام لا بد من مراعاتها وتنبه لها الأول استحباب الإكثار من الصيام في شهر شعبان الثاني من كان عليه شيء من قضاء رمضان الماضي وجب عليه قضاؤه الثالث من أحكام شهر شعبان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان الرابع النهي عن صيام آخر يومين من شعبان على سبيل الاحتياط لدخول رمضان